بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يهلا بكم. خلصنا الفيديو السابق موضوع تسطيب بيئة العمل. آآ فيجوال ستوديو كود. آآ ان شاء الله تعالى النهاردة هنعمل الانستيليشن للارفل تين. آآ من خلال الكمبوزر هنا عندك. من خلال الكمبوزر نعمل ايه? انستول للارفل فريمورك. طيب فيه مهمة جدا نعملها ده دونلود مع بعض. اللي انك موجود معك اسفل الفيديو. اللي هي ايه? الجيت. تاعمل دونلود في الويندوز. آآ حسب النظام اللي عندك اربعة وستين مسلا. هنزل لك ملف انستيليشن. هتشغله وتعمل انستول للتولز الجيت. تفتح الملف وتعمل ايه? وتعمل انستول للتولز. هي عندي بالفعل. طيب بعد كده نعمل ايه? هنا في اللارفل بيقول لك ايه? وهنا اسم المشروع بتاعي. طيب احنا هنسميه ايه المشروع بتاعنا? اهو يا شباب. الامر اللي بمعاك اهو. هنا هنسميه مثلا آآ اتش ار ام. تمام? الشكل ده هو. خد معاك ده كده كده اهو. ده امر بتاعنا. تيجي معايا فين على المشروع بتاعنا. اللي موجود فين? الموجود عندي في المكان اللي فيه. هنا عملنا اللي في فولدر. بدخل على الاتش تي دوكس. اتش تي دوكس. هنا كده تعمل ايه? لو انت عندك الجيت. هتعمل كليك يمين. وتعمل جيت باش هير. طيب لو مش عندك الجيت هتعمل شفت. شفت مع كليك يمين. تقول له ايه ايه اوبن باورشل ويندوز هير. طيب انا عندي ايه بالفعل ايه اعمل تنستول للتورج اللي عندي اللي اسمها جيت. فهنا كده ايه? حاجة في بتاعي. كليك يمين اعمل جيت باش هير. هيفتح لي كيه الترمينل. واعمل هنا ايه كليك يمين بالماوس. هعمل بيست للامر اللي معايا. اهو شباب. كومبوزر كريات بروشيك. لارفل اه لارفل. اتش ار اميس. هعمل لنستول اخر رقم عشرة. كده بيقول لي ايه? تم بنجاح تنزيل الفريمورك. ودلي هنا في الاخر ايه? وتم منتاعي طيب. هنا كيه شاب معايا. هنشوف مع بعض. عندي الاشتي دوكس اللي احنا قلنا ايه? يعمل فيه تنزيل الفريمورك. ها هو نزيل لي ملف جديد اهو. اسمه اتش ار ام اس. ده في طيب. انا دوقتي عاوز افتح الكلام ده على المحرر بتاعي. الفيزيو استوديو. ممكن كده اعمل ايه? كليك يمين. جيت باش هير. وهنا اكتب ايه? اكتب كود مسافة ضد. هعمل هو كده ايه? بيدي له امر انه يفتح معك المشروع ده هو على الفيزيو استوديو. تشوف? اهو بدأ يحمل معك. او انه تفتح ايه المحرر وقول له فايل اوبين بروجيكت وتفتحه ايه اه ايدويا. بس كده عن كده افضل. كده فتح معك ايه المشروع بتاعنا. او ان افتح المحرر بتاعي وبقول له فايل اوبين فولدر واختار المشروع بتاعي وقول له اوبين. كله هما صحيح. كده ايه? نتكلم مع بعضي كده ايه نظرة عامة. انا ايه? هتعمل ان اشرح محارتك المشروع. كأنك اول مرة ايه شغال في الارفل. تمام? يعني يعني اكدنا يا دوب يعني اخدت معانا كده هو المقدمة او الدورة الاساسيات واشتغل معانا اول مشروع معانا. فاحنا برضو هنتعمد نشرح كل ملف بيعملين. هنا كده بشكل عام. اه دايما اه خليك فاكر ان الاب ده هو ده جوا منزه الاكوال. اكوال بتاعتك موجودة في في الاب. ويه? التمبلت او الاشتميل اه دزاين بتاعك موجود فين في الريسورس. موجود فين? في الريسورس. عندي هنا اهو. هنا بيقول لك ايه? عندك ايه مكتبات موجودة حاليا. وعندك الاصدار الكان في يعني كده ايه? نشوف مع بعض. هنا. الاصدار عشر ده تمانية. تمام? من الارفل. وانه بعض المكتبات اللي موجودة عندك. طبعا احنا ايه فهمين ان الكمبوزر هو اداة لتحميل المكتبات. واداء ايه للتحكم بالمكتبات اللي عندي في مشروع بتاعي. طيب. هنا عندي الاش تي تي بي. جوة منها. تمام? المتحكمات. بدي مهمة جدا. وتفهم لي برضو عندي نوع البابليك. هيكون في عندي والجابسكريبت والامجز. والراوت هي عندي هنا ملفات الخاصة بي. اكيد انت ايه? الكلام ده طلعت عليه في دورة الاساسيات. لازم قبل ما ندخل على الدورة دي لازم اكون فهم لازم اكون شفت على اقل اي دورة في الارفل كاي اساسيات في البداية خالص. ان شاء الله تعالى بازن الله من اول الفيديو القادم نبدأ ايه? نعمل نولود للادمن بآآ بانيل. ونشرح ازاي هنقطحها وازاي نعمل هيداة والفوتاو ونفهم يعني البلايد والماستر فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته